موسيقى أينما كنتم مشاهدين الكرام حياكم الله إلى حضراتكم نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية سهلها بالعنوين موسيقى رئيس الجمهورية يهنئ ملك مملكة هولندا الصديقة بمناسبة ذكر يوم التحرير لبلاده موسيقى موسيقى دائب رئيس الجمهورية يؤكد خلال لقائه قيادة شقوات الشرطة العسكرية على همية تفعيل دورها في المحافظات المحررة موسيقى قوات الجيش تحرر مواقع استراتيجية في جبهة قانيا شرق البيضاء وطيران التحالف يقصف غرفة عمليات لميليشيات الحوثي وسط طحيان بصعدة موسيقى موسيقى فيلا بيركساندر ملك مملكة هولندا الصديقة هنأه فيها بمراسبة ذكر يوم التحرير لبلاده وقال الرئيس الجمهورية في البرقية يطيب لي باسمي وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية أن أعرف لجلالتكم عن أحر التهاني وأصدق التبركات بهذه المناسبة الوطنية وتمنيا لكم موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب مملكة هولندا الصديقة تقدم والازدهار بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء وموساة إلى محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة وإخوانه وآل العرادة عزهم فيها في وفاة أحمد محمد صالح العرادة وأشاد نائب رئيس بمناقب الفقيد الذي شارك مع إخوانه من أبناء محافظة مأرف الدفاع عن الأرض ومواجهة ميليشيات الإمامة وسجل مواقف بطولية في ميادين العزة والشرف وعبر نائب رئيس في البرقية عن أصدق تعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد سائلنا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ناقش نائب رئيس الجمهورية نائب القيد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح مع قيادة قوات الشرطة العسكرية المستجدات وجهود تفعيل فروع الشرطة في المحافظات المحررة والسناف مهامها وشدد نائب رئيس على ضرورة تنشيط أداء الشرطة العسكرية وترتبات قيادتها على ضوء قرارات وتوجيهات فخامة الرئيس المشير الركن عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أهمية أن تمارس مهامها في الوحدات العسكرية المرابطة في المناطق المحررة وتساهم في تعزيز ورفض قوات الجيش والأمن والتعاون معهم في حفظ الاستقرار وأكد نائب رئيس الجمهورية على همية دور الشرطة العسكرية في خلق الانضباط وترسيخه داخل القوات المسلحة وتقويم السلوك والمظهر لمتسبية الجيش بما يمنع أي اختلالات أو عجاج للمهام القانونية المنطة بمختلف الوحدات ويضمن أداء نوعيا ومثاليا ومتكاملا بين مختلف الوحدات العسكرية علاوة على استقبال المنضمين من أبناء القوات المسلحة والفرين من ممارسات انتهاكات ميليشيات الحوثي وشدد نائب الرئيس على ضرورة مضاعفة الجهود وتجميع منتسبية الشرطة ويعادة التأهيل والتدريب والحرص على الأداء العسكري المؤسسي مواجها بتلبية المتطلبات اللازمة وترتيبات القيادية والحرص على الاستفادة القصوى من الدعم الأخوي لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبر ابو منصور هادي ونوها قائد الشرطة العسكرية والقادة للحاضرون إلى الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية في تفعيل وبناء فروع شرطة العسكرية وأدوارها ومهامها الحالية بالمناطق المحررة والخطط اللازمة لتطوير الأداء معبرين عن تقديرهم لدعم القيادة السياسية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية ونائبه وإدراكهما لأهمية الدور المنوط بالشرطة العسكرية أدى رئيس مجلس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر ومعه الوفد الحكومي المرافق له ووكلاء محافظة سقطرة وجمع غفيرة من المواطنين صلاة الجمعة في جامعة السلام بمدينة حديب وعاصمة محافظة إرخبي السقطرة وحذر خطيب الجمعة من الوقوف في دوامة الفتن التي تعصف بعباد الله في هذه المرحلة الصعبة التي تحتاج مزيدا من الثبات والتمسك بالقيم والثوابت والمبادئ التي حث عليها ديننا الإسلامية السمح دون الإفراط أو تفريط واندعى خطيب الجمعة إلى فرصة استثمار موسم الخير والعبادة والطاعة في شهر رمضان المبارك الذي يقبل على الأمة بما فيه من عطاء ونفحات ربانية عظيبة مشيرا إلى ما فيه من صور سامية حيث تتجسد فيه وحدة الأمة الإسلامية من أقصى الأرض إلى غربها في أداء الصوم والإقبال على الله بقلوب نيرة وعقول مستنيرة طامعين في رضا الرب وقبول الطاعات والأعمال الصالحات وأكد بأن أسس قيام الدول والمجتمعات ترتكز على تحقيق العدالة الإسلامية في نفوس المسلمين وتوطيد مبدأ الأخوة ووحدة الصف بين المسلمين ونبذ كافة دعوات التفرق والتمزق وطاعة ولاة الأمر لتثبيت دعائم الدولة والتمكين في الأرض وإعمارها ودعى خطيب الجمعة إلى تقوى الله في كل حال فهي مناجات في الدنيا والآخرة ومن خلالها يحصل المرء على ما يصب إليه ويوفقه الله في كل خطوات حياته الدينية والدنيوية استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر في حديب عاصمة محافظة ترخبي السقطرة لواء أحمد عبد الرحمن الشهري رئيس اللجنة السعودية المكلفة بالإطلاع على أوضاع الجزيرة وتفقد أحوالها في كافة المجالات والاستماع إلى الحكومة والسلطة المحلية حول ما حدث في الجزيرة مؤخراً وفي بداية اللقاء رحب رئيس الوزراء باللواء الشهري والأخ أبو سيف الإمارات والأفدى المرافق له بقدومهم إلى جزيرة سقطرة واستعرض الجانبان أسباب التوتر الذي نشب في سقطرة والذي حدث بعد وصول رئيس الوزراء والأفدى المرافق له إلى الجزيرة بيومين وأثرت سؤولات كثيرة عن الأسباب والدوافع التي أفضت إلى التوتر كما بحثا سبو الإزالة هذه الأسباب باستناداً إلى الأهداف والمبادئ التي قام عليها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومساهمة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الحثيين وميليشياتهم وكيفية الحفاظ على هذا الإطار الحاكم للعلاقة الأخوية والاستراتيجية وتعزيز التعاون المشترك بين أطراف التحالف وكان الوفد السعودي قد وصل ظهر اليوم إلى حديبو برفقة عدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين لتهديئة الموقف والاطلاع على حاجة الجزيرة في الخدمات حضر اللقاء محافظ أرخبيل سغطر رمزي محروس ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبده حذيفي والقومي لواء أحمد المصعبي ووزير ثروة سمكية فات كفاين ومدير مكتب رئيس الوزراء دكتور عمار مجلي وعضاء اللجنة الأمنية في الأرخبيل ووكيل وزارة الداخلية لواء أحمد مسعود ومساعد الأمين العام لرئاسة الجمهورية ياسر الشقي قام وزير الإعلام معمر الإرياني والأشغال العام وطرق دكتور معين عبد الملك بزيارة مقر سفارة بلادنا في جمهورية النمسا والمندوبية الدائمة لبلادنا لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا سعرض الوزيران خلال لقائهما سفير بلادنا لدى النمسا هيثم شجاع الدين وعضاء البعثة مسجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وشدد وزير الإعلام والأشغال العامة وطرق على أهمية تعزيز كافة الجهود لخدمة القضية الوطنية والدور المهم للبعثات الدبلوماسية في نقل حقيقة ما يجري في بلادنا نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على الدولة ومؤسساتها وجهود القيادة السياسية والحكومة بقيادة فخامة رئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية في تطبيع الحياة العامة في المناطق المحررة والعمل على إنهاء الانقلاب والسعادة الدولة وعبراعنا شكرهما لسفارة بلادنا في النمسا وعضاء البعثة على ما يبذلوه من جهود الإنجاح زيارة الوفد اليمنية السعودي إلى فيينا ومقامت به السفارة من تنظيم الفعاليات الوفد من جهاتي أكد السفير هيثم شجاع الدين أن البعثة ستقوم خلال الفترة القادمة بتنظيم مزيد من الفعاليات واللقاءات الموجهة للرأي العام النمساوي من أجل نقل صورة صحيحة عن حقيقة الأوضاع في بلادنا على صعيد الميدانية قالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني حررت عددا من المواقع الاستراتيجية في جبهة قانية شرق البيضاء وأكدت المصادر أن قوات الجيش الوطني شنت هجوما عنيفا على مواقع تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية بمنطقة تاليسبل والخدار والخليقة في جبهة قانية ولفتت المصادر إلى أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد فيما يواصل الجيش تقدمه نحو مناطق أخرى بالمنطقة ذكرت مصادر عسكرية غارة جوية دقيقة لطيران التحالف العربي قصفت غرفة عمليات تابعة لميليشيات الحوثي وسط مدريات ضحيان محافظة الصعدة مسقط رأس زعيم الميليشيات الحوثية الإرهابية عبد الملك الحوثي مستهدفة اجتماعا لقيادات حوثية وأسفلت عن سقوط قتل وجرحة مبينة نغارات أخرى استهدفت تجمعات لميليشيات في جبهة كتاف وأسفلت عن مقتل خمسة عشر مسلحا في غضون ذلك سيطر الجيش الوطني على عدد من المواقع في جبهة مدرية ميدي محافظة حجة مكبدا الميليشيات خسائر فادحة تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف العربي من تحرير مواقع جديدة بمدرية كتاف البقع شمالي محافظة صعدة وقال قائد محور صعد العميد عبيد الأثلى أن قوات الجيش شنت هجوما على مواقع الميليشيات الانقلابية تمكنت خلاله من تحرير جبال المنقعر والتبة الرملية وكذا استعادت بير سالمي غربي سوق البقع بمدرية كتاف وكذا العميد الأثلى أن العمليات العسكرية مستمرة وأن قوات الجيش تواصل التوغل في كتاف باتجاه مركز المديرية وذكر أن الميليشيات الانقلابية لادت بالفرار من المواقع التي كانت تتمركز فيها مخلفة العشرات من جثث قتلها بعد تكبودها خسائر مادية وبشرية كبيرة خلال المعركة أعلنت قوات الجيش الوطني تحرير عددا من المواقع الجديدة والاستراتيجية باتجاه منطقة البرح غربي محافظة تعز ضمن عملية عسكرية لتحريرها وفك حصار ميليشيات الحوث المفروض على المدينة وتأمين تقدم باتجاه الحديدة وذكرت مصادر ميدانية قوات الجيش تمكنت من تحرير تلال السود والخزان الأبيض والشبكة والسنترال بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوث الانقلابية مؤكدة أن هذه المواقع المحررة استراتيجية كونها تشرف على مثلة منطقة البرح وأوضحت أن ميليشيات الحوث تكبدت خسائر فادحة خلال المواجهات التي أسفرت عن تقدم النوعي لألوية العمالقة تزامنا مع احتفالة العالم بعيد العمال الأول من ما ينظم مكتب النقل ثقيل بعد حفلة تكريم عدد من المبرزين من العمال السائقين نظير جهودهم في دعم عملية الاقتصاد الوطني احتفالات عمالية تشهدها العاصمة المؤقتة عدا تزامنا باحتفالات العالم بيوم العمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام في المنطقة الحرة وفي زاوية مربعة تكتظ بعشرات العمال الذين يتوافدون صباح كل يوم لمزاولة أعمالهم لم يكن بالحسبان لدى الكثيرين منهم أن هذا اليوم هو عيدهم ففي حفل تكريمي نظمته نقابة النقل الثقيل وسط حضور عدد من القيادات الإدارية في يزارة النقل والمحافظة يتقدمهم وكيل المحافظة لشؤون النقل خالد الجعي ملاني ألقيت فيها عدد من الكلمات أشادت في مجملها بالدور الكبير الذي تمثله هذه الشريحة في خدمة المجتمع في هذه الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة عيد العمال العالمي والتي نظمتها نقابة النقل الثقيل عدن لهذه الشريحة المجتمعية التي تؤدي دور كبير باعتبار أسطول النقل أسطول مهم جدا للمساهمة في انعاش الاقتصاد في هذه المدينة مدينة عدن هذه الشريحة التي نكون لها كل الاحترام والتقدير ونفتخر بها ونعتز بها حضور منظمات المجتمع المدني للاحتفالات مع عمال النقل الثقيل وغالبيتهم من السائقين يأتي في إطار الشراكة المجتمعية التي تتميز بها هذه المدينة والعمل على خلق وعي مجتمعي تؤكد فيها أهمية دعم هذه الفئة من العمال فكان لهم الدور الكبير أثناء الحرب وقبلها وبعدها فتم تكريمهم من قبل منظمات المجتمع المدني والمنتدى الوطني للطفولة والشباب بدرع العمل التنموي شكرا وعرفانا للقهود التي بذلوها في إيصال المساعدات وفي إيصال البضائع لجميع المحافظات الجمهورية متافات الحاضرين والأجواء الحماسية التي عكست احتفالية التكريم والتي استهدفت المبرزين من السائقين لمكتب النقل بالعاصمة عدن هي رسالة دعم وعرفان وتقدير الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملنا في مختلف المجالات أولا رحب غنات عدن نزولها لم تكرر في مكتبنا هذا واليوم نكرم بعض الموظفين بهذا الشهر العيد العمال ونشكر الحاضرين الجميع من المسؤولين نكرم جميع عمال الجمهورية اليمنية وفي مقدمتهم سائقية النقل الثقيل العاملين معنا في مكتب النقل تحت نظام الدور ونقول لهم كل عام وأنتم بخير وكلمة شكر أيضا للسائقين الذين يبذلون كل الغالي والنفيس من أجل تدوير عقلة الاقتصاد في هذه المدينة نحن أعضاء اللقنة الاشتاثية نهني ونبارك للإخوة العاملين بإخلاص مع هذا المكتب ونهنيهم بالتكريب في يوم العيد العمال ختاما قدم وكيل المحافظة خالد الجعيملاني درع التكريب للأستاذ أحمد الصغير الأمين العام للنقابة العامة للنقل والمواصلات والأستاذ غسان الصوفي مدير فرع الهيئة العامة لشؤون النقل بمحافظة عدن كما كرم عدد من السائقين المبرزين في مكتب النقل الثقيل وسط أجواء وهتافات حماسية لاقت استحسان الحاضرين لقناة عدن الفضائية وضح شنيني عدن وصلت حديثا إلى مشفى ابن خلدون العام بمدينة الحوطة محافظة لحج عدد من الأجهزة والمعدات الطبية الجديدة ضمن برنامج عمل إعادة تهيل المشفى وتفقد وكيل محافظة لحج صلاح الداؤدي الأجهزة والمعدات التي احتضنتها أقصام المشفى المختلفة بغية النهوض بمستوى الخدمات الصحية الملائمة للمرضى في المشفى وأحث الوكيل إدارة المشفى العمومي وعاملي على الاستفادة المثلة من هذه المعدات والحفاظ عليها من العباث والإهمال وتسخيرها من تطبيب المواطنين الذين لا تقتلهم بتكاليف العلاج في المشفيات الخاصة مشيدا بالدعم السخي المقدم للمشفى من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية ومن الهيئة الطبية الدولية المتمثل بإعادة تأهيل قسم الإنعاش بالمشفى دشن مدير أمن عدن اللواء الركن شلال علي شائع فعاليات سبوع المرور العربي في العاصمة المؤقتة عدن بحضور مدير إدارة شرطة السير العقيد جمال ديان وضباط وأفراد شرطة السير وعدد من القيادات الأمنية وفي حفلة تشين أشاد مدير أمن عدن بالجهود الكبيرة التي تقدمها إدارة مرور عدن في ظل الظروف الصعبة بالغة التعقيد لافتة أو لافتا إلى الدعم الكبير الذي قدمته دول التحالف العربي وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لعادة تأهيل البنية التحتية لإدارة المرور وتزويدها بسيارات وأجهزة حديثة مكنت إدارة المرور من القيام بمهامها حاثا رجال المرور على ضبط السيارات المخالفة ومجهولة الهوية وعدم قبول أي وساطات لذلك وهذا سيسب في ضبط الأمن والاستقرار في عدن وبقية مناطق الجنوب المحررة وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقر المركز في العاصمة السعودية الرياض برنامجا تنفيذيا لإفطار السائم في اليمن والذي يستهدف عددا من المحافظات ويشمل البرنامج الذي تبلغ قيمته مليون وثمانمائة وخمسة وسبعين الف ريال السعودي بتعاون مع مؤسسة طيبة توزيع ستة وعشرين الف واربعمائة وثمانين وجبة إفطار لستة وعشرين الف واربعمائة وثمانين مستفيد من المرضى والمرافقين بالمشفيات الرئيسية والأسر النازحة والجرحة ومناء شهداء وطلاب إضافة لذوي الاحتياجات الخاصة دشنا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب مشروع توزيع اللحوم للمتضررين من الحرب والنازحين لخمس محافظات يمنية يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن في تقديم مساعداته الإنسانية لأبناء الشعب اليمني فقدشنا اليوم في محافظة مأرب مركز الملك سلمان مشروع توزيع اللحوم لخمس محافظات يمنية نحن اليوم ندشن مشروع توزيع المساعدات الغدائية اللي هو عبارة عن لحوم مجمدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هذا المشروع الحيوي يستهدف محافظات حضرموت ومحافظة مأرب ومحافظة المهرة ومحافظة الجوف ونازحي صنعاء في محافظة مأرب هذه القافلة الغدائية المقدمة للمتضررين في اليمن من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تأتي ضمن الخطط الإنسانية الشاملة للشعب اليمني وذلك للتخفيف عن معاناتهم الإنسانية التي تسببت بها الميليشيا الإنقلابية الإيرانية استكمالاً لمشروع توزيع اللحوم اليوم نستقبل ست شاحنات عبارة عن 840 طن من اللحوم المجمدة منها أربع شاحنات تستهدف محافظة الجوف وشاحنتين إلى محافظة مأرب هذا المشروع يستهدف محافظة محضرموت وشبوه والجوف ومأرب يأتي هذا المشروع امتداداً لمشاريع المركز الملك سلمان للإغاثة في العديد من المجالات الطبية والإغاثية التي تناسب ضروف هذه المرحلة المواقف الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لأشقائها في اليمن وعلى وجه الخصوص مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يواصل أعماله الإنسانية والخيرية في تقديم كل المساعدات الإغاثية والإيوائية للنازحين والمتضررين في اليمن نتيجة الحرب الهمجية التي شنتها الميليشيا الإنقلابية الإيرانية لن ينسها أبناء الشعب اليمني ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن يقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن أوافل إغاثية للمتضررين من أبناء الشعب اليمني نتيجة انقلاب الميليشيا الحوثية الإيرانية على الدولة ومؤسساتها المختلفة رفق سامعي قناة عدن مأرب في الخبر الأخير مشاهدين الكرام أشرف مدير مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني اليزيد ومعه قائد قوات الأمن الخاصة بالمحافظة العميد ناصر سريع العنبور على أعمال إزالة الاستحداثات والبناء العشوائي بأراضي المنطقة الحرة بعدن معسكر الدفاع الجوي سابقا في اليوم الثاني من الحملة الأمنية لإزالة العشوائيات بالمديرية والتي ترعاها وزارة الداخلية وقال مدير البريقة إن الحملة في يومها الثاني خصصت للأبنية العشوائية بالمساحات التابعة للمنطقة الحرة الواقع على الطريق العام المؤدي إلى مركز مديرية حيث تم إزالة الأساسات والأحواش ومن ثم الانتقال إلى المباني مؤكدا أن إزالة العشوائيات ستسري على العديد من المواقع المخالفة للقانون والمخططات الخاصة في هذا الموقع مهما برزت من صعوبات لافتا إلى حرص قيادة السلطة المحلية في الحفاظ على المخططات العمرانية والمواقع والمساحات المخصصة المشاريع الاستثمارية والتطويرية لما تتميز به مديرية البريقة بطبيعة الجمالية والحضارية مشيدا برجال الأمن الأشاوس بمختلف أجهزتها للمشاركين في حماية الحملة وتأمينها لتنفيذ برامجها وعمالها على أكمل وجه وتحقيق أهدافها المرجوة هكذا مشاهدنا الكرام تنتهي نشرة الأخبار بقي أن نذكر بها ما جاء في النشرة من أنباء رئيس الجمهورية يهنئ ملك مملكة هولندا صديقة بمناسبة ذكر يوم تحرير لبلاده نائب رئيس الجمهورية يؤكد خلال لقائه قيادة قوات الشرطة العسكرية على همية تفعيل دورها في المحافظات المحررة قوات الجيش تحرر مواقع استراتيجية في جبهة قانيا شرق البيضاء وطيران التحالف يقصف غرفة عمليات لميليشيات الحوثي وسط طحيان بصعدة هذا كل ما لدينا في نشرة الأخبار قدمت لحضراتكم من قناة عدن الفضائية دمت أوقاتكم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة